استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة والذي تنظم وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية وتأتي تلك الزيارة للاطلاع على مرافق وكينات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا تأكيدا على الرياضة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا ودوليا وتمكنهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم للحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز في إعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا ودوليا الزيارة دي بيكون لها تأثير دي طبعا تاني مرة الدفعة الأولى السنة الفاتتة إحنا جينا برضو الأكاديمية المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جدا بيشوفوا إزاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة المراكز البحثية كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات من أكتر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفاقد كيناتها ومنشآتها بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا شوفت أدقيل أكاديمية الشرطة بيهتموا وبركزوا في تدريبات الشرطة عشان الأمن والأمان للبلاد كانت مفيدة لأيلي بشكل كبير أولاً اتعرفت أن مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم تتطور على المستوى العالم العربي والمستوى الدولي زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل أنا منبهرة جداً من هذه الزيارة وتوجه الوافد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة الشاد ومن دول أخرى عربية كلية الشرطة والتي تعد مصنعاً بحق للرجال كانت محطة مهمة في زيارة الوافد والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطني مستقبلاً من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار حيث أدى الطلب جانباً من ما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية والتي تحاكي الواقع في صعوبتها كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي وشاهد الشباب عروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في آداء بعض المهام الأمنية هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في جمهورية مصر من ضمن الأشياء التي يدرسون فيها حقوق الإنسان وهذا أهم سمي يتميز فيها الشرطي بحيث أنه يقدر يخدم الناس ويقدر يعني يرد حقوقهم شعور الله يوصف وبالنسبة لي يعني الكثير والكثير أدئي بلدي قوية وأفعل رجليها وتقدر تتحدى أي حد مش تحدي بس دايماً هي إن لم تمتلك القوة فستكون مطمع من الآخرين تتولى الزيارات المحلية والدولية لأكاديمية الشرطة والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الأمني في إعداده للكوادر الأمنية المحلية والدولية ليحملوا أمانة أمن الأوطان واستقرارها هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستوعين المحلي والدولي فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم عبدالبركات التلفزيون المصري